أكثر من ثلاث ساعات وثلوج تتساقط على ولاية الجلفة تسببت في غلق العديد من الطرقات الوطنية والولائية خصوصا الطرقات المؤدية لمدينة الشارف ما تعلموا شهدت ولاية الجلفة وخاصة في الجهة الغربية منها من الولاية منطقة الشارف تقرسان إلى آخره شهدت تساقط ثلوج تساقط كميات معتبرة صباحة هذا اليوم الخميس العشر من مارس كمية معتبرة من الثلوج والأمطار مما أدى إلى تسجيل حركة صعوبة على مستوى الطريق الوطني رقم واحد من حدود بلدية عين معبد إلى منطقة وتصدر الثلوج تسببت أيضا في وقوع ثلاث حوادث مرور خلال ساعة ونصف وتسببت في هلاك ركبين وإصابة آخرين الحوادث المسجلة جراء هذه تقلبات الجوية سجلنا ثلاث حوادث مرور خلال فترة ساعة ونصف للأسف الشديد كان بين هذه الثلاث حوادث مرور مميط وقع في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح هذا اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم واحد ألف في شطره الرابط بين بلديتي القديد والإدرسية مديرية الأشغال العمومية للولاية جندت مصالحها لفتح الطرقات المغلقة تدخلت مديرة الأشغال العمومية بكل إطارتها وعمالها بما في ذلك المدير الأشغال العمومية شخصيا والحمد لله فقد في الوقت الحاضر كل الطرق مفتوحة والناس تسير بكل أمن تخلف الأمطار وثلوج دائما في ولاية الجلفة الكثير من الحوادث بسبب نقص توعية المواطنين وكذا ردأت بعض الطرقات ترجمة نانسي قنقر